اشتركوا في القناة وأن هذا النجاح ليس مستغربا على السعودية وإنما يأتي امتدادا لعقود طويلة من النجاحات في تنظيم هذه الشعيرة حيث أولت المملكة الشقيقة ومنذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله عناية خاصة بالأماكن المقدسة وعملت لسنوات طويلة على تدليل كل الصعاب والعقبات أمام الحجاج وزوار الأماكن المقدسة ونوه الرماحي بأن هذه الإنجازات الكبيرة والدقة في التخطيط والتنفيذ انعكست على راحة زوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين الذين أبدوا سعادتهم وشكرهم للمملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وهو ما يثلج صدر كل مسلم في كل بقاع الأرض وأكد وزير شؤون الإعلام أن السعودية في هذا الإطار كانت موضع شكر من جميع الحجاج والمعتمرين لما لمسوه من حسن الضيافة وضخامة الإنجاز الذي ما كان له أن يتم إلا بتكاتف القيادة مع أبناء الشعب السعودي الذين يسطرون في كل موسم ملحمة إنسانية وإسلامية فريدة من نوعها تتمثل في حرصهم على خدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديم كل المساعدة والعودة ترجمة نانسي قنقر